المايكروبات عايشة معانا في كل حتة لو اخدنا حتة من جسمنا وبصينا عليها تحت الميكروسكوب هنلاقي عليها جميع انواع خيرات ربنا بيقدر عدد المايكروبات اللي عايشة معانا في جسمنا بتقريبا 10 اضعاف عدد خلايا الجسم نفسه يعني اخنا مايكروبات لحد هنا الشيلا دي كلها على بعضها بنسميها المايكرو بايوم طبعا في منها الضار وفي منها النافع لكن خلال الكام سنة اللي فاتوا طلعت ابحاث كثيرة جدا بتكشف لنا عن تأثيرات عجيبة جدا ساخت الانسان بشكل عام عمركش مثلا سألت نفسك ليه واحد من سخابك يأكل على قد ما يأكل ما يبانش عليه في حين ان واحد تاني ممكن يدخن بعد ما يقزق شوية لب اتضح ان المايكروبات اللي عايشة معانا في امعاقنا بتلعب دور مهم في النحافة والسمنة في مجموعتين كبار من البكتيريا اللي بتعيش في امعاقنا المجموعة الاولى اسمها والمجموعة التانية اسمها اثبتت الابحاث ان الناس المليانة عندها عدد اكبر من الفرميكوتيز في حين ان الناس النحيفة عندها عدد اكبر من البكتيريوريديز ازاي بيحصل الكلام ده؟ اتضح ان الفرميكوتيز بتساعد العائل بتاعها انه يستخلص عدد اكبر من الكالوريز من الغذاء المهضوم وبالتالي بالاضافة الى عوامل تانية كتيرة الاختلال في التوازن بين الفرميكوتيز والبكتيريوريديز قد يدفع بنا نحو النحافة او السمنة الدور اللي بيلعبه المايكروبيون فخياتنا لا يتوقف عند النحافة والسمنة لا ده كمان بيلعب دور مهم جدا في الحب ازاي بيحصل الكلام ده؟ في عندنا انواع من البكتيريا النفعة بنسميها بيكون في منها انواع كتيرة جدا اشهرها نوع اسمه لاكتوباسيلس بتكون موجودة في منتجات الالبان زي الزبادي مثلا في باحثة في ام اي تي اسمها سوزن اردمان كانت بتعمل مجموعة من التجارب على الفقرات ونشرت نتائجها في مجلة علمية اسمها بلاس وك عملت اي سوزن كانت بتأكل الفران دي نوع من البروبايوديكس اسمه لاكتوباسيلس رويتيري وبتقارن المظهر الخارجي للفران دي مع النيجدف كنترول لقيت ان الفران اللي بتأكل اللاكتوباسيلس رويتيري بيظهر عليها بعض التغيرات اللي بتخليها اكثر جاذبية سمتها سوزن the glow of health يعني مثلا لقيت ان الفران اللي بتتغزى على اللاكتوباسيلس دي شعرها بيكون اكثر لمعانا وبريقا وكمان جلدها بيكون اكثر سمكا ونعومة وباين عليه اعراض الصحة والنظارة كده ازاي بتحصر التغيرات دي لو ان البروبايوديكس بتزيد من افراز مادة كيميائية مضادة للالتهابات في الجسم اسمها interleukin 10 كمان بتزيد من افراز هرمون اسمه الاكسيتوسن المعروف بهرمون الحب علشان بيزود من الروابط العاطفية بين البشر او الحيوانات ويخليهم يقربوا من بعض طبعا التغيرات في المظهر مع شوية الهرمونات دول ممكن يعملوا بعض التفاعلات الرومانسية اللي ينتج عنها ازدياد في معدل تكاثر العائل اللي هو في الاخر بيصب في مصلحة المايكروب فانت لما بتيجي تختار البارتنر بتاعك بناءا على اعراض الـ glow of health ممكن تكون من غير ما تحس بتختار معا انواع سخية من المايكروبايوم اللي عايشة في الامعاء بتاعته وعلشان كده هنحاول نساعدكو في اختيار هدايا اكثر رومانسية للفالنتاين داي مبدئيا كده بلاش ده بديب really happy phalentine's day یهصف الالبه دي فيها ايه؟ فيها فييلي حببة يعني categories يونه هبيبو؟ ميكروبات حب behalf حلونا